تبني ودعم العلاقات الإقليمية والدولية وهنا الجانب الخارجي لوزارة الخارجية وكل الوزارات تعمل على إقامة علاقات تهدف إلى خير مصر وتهدف إلى تبني الصناعة في مصر وإلى فتح أسواق جديدة لها وتسهل لها السبل للانطلاق إلى خارج مصر برضك من الأسس التدرك في المراحل هذه الرواية تعتمد على ثلاث مراحل كل مرحلة ست سنوات والمرحلة الأولى تعتمد على أن نركز على المنتجات ذات البعد الاستراتيجي وخفض الاستراتيجي وده هنشوفها في بعض الجدول في الآخر المرحلة الثانية بيبقى النظر على التصدير وتعظم عملية التصدير وزيادة التصديرات بما يخدم الاقتصاد والتوسع الصناعي المرحلة الثالثة تعتمد على الانطلاق إلى العالمية والتركيز على صناعات ذات محتوى تقني عالي وصناعات متخصصة عالية القيمة ومتميزة في عالمياتها حتى ننطلق إلى المفهوم الجديد النهاردة في الصناعة وهو الصناعة الكونية أو الصناعة العالمية المفهيم اللي موجودة عندنا أو اللي مازلنا في مصر الصناعة المحلية وبعد كده الصناعة الدولية اللي نريده أن ننطلق إلى الصناعة العالمية أو الصناعة الكونية مثل دولة زي اليابان ودولة زي أمريكا ونضرب مثال زغير في عملية تصنيع السيارات نشوف لدولة زي اليابان مثلا شركة تيوتا لها كم مصنع على مستوى العالم بيخدم هذه الصناعة فما أنا بغير في المرحلة الثالثة الانطلاق وليوم عالمية الصناعة أو الصناعة الكونيية النقطة اللي بعد كده تدعم وتعزيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفي الحالة الوزارة الحالية دلوقتي بدأت تركز على هذه ولا تحتاج مش إقامة صناعات صغيرة ومتوسطة ولكن توجيه هذه الصناعات الصغيرة ومتوسطة بما يخدم مرحلة عالمية الصناعة بمعنى أن هذه الصناعة من الصناعات الصغيرة تندمج مع بعضها حتى تؤدي في النهاية إلى صناعات A كبيرة أو إلى صناعة عالمية وصناعة A كونية وده بتحتاج إلى توجيه من المسؤولين في البلد عن مجال الصناعة آخر حاجة تنشيط وتفعيل الابتكار والبحث العلمي والتطور والإبداع من خلال مراكز أبحاث صناعية متخصصة لا تقام في الجامعات فقط ولكن تنتقل إلى أماكن هذه المدن الصناعية لكي يكون بينها وبين الصناعات احتكاك مباشر وتعرف متطلباتها وتوجه الابتكار والبحث العلمي وتعمل على تحسين المنتج بشكل دائم ومستمر حتى ينافس غيره من المنتجات قلنا الفكرة 3 مراحل كل مرحلة 6 سنوات وكل مرحلة تعتمد على 10 مدن صناعية إجمال 30 مدينة صناعية المصانع وإحنا بننشئها بردك نتيجة لعملية البطالة اللي موجودة في مصر لابد أن نبتأ بالتركيز على المصانع عالية الكسافة ونضرب مثال على ذلك زي مجمع البطروكيمويات اللي الحكومة أول في الحقيقة من الحاجات الطيبة ما بدأت أنشأة مجمع بطروكيمويات أظن لن يقل عدد العمالة فيه من 15 إلى 20 ألف عامل وده اللي احنا محتاجين نركز عليه في الفترة اللي جاية علشان نحل مشكلة البطالة كما تكون هذه المدن موزعة على مساحة مصر وخصوصا شرق مصر وجنوبها النقطة اللي بعد كده تحتوي هذه المدن على مراكز البحث العلمي والتطوير النقطة اللي بعد كده يتم توفير التمويل لهذه المشاريع وتطبق عليها الإعفاءات الجمركية على العديد من مستلزمات القطاع الصناعي من المواد الخام وآلات الإنتاج ويعتمد سياسة دايما التحسين والتطوير المستمر للبيئة الصناعية لا نتكلم فقط على المنتج ولكن من نتكلم على تطوير وتحسين لكل عناصر البيئة الصناعية ككل نقطة اللي بعد كده تكون هذه المدن موزعة على مساحة مصر ومن البيانات مساهمة الإنتاج الصناعي في الإنتاج القومي لمصر 17% نتمنى من هذه الرؤية أو بهذا التوجه أن تصل هذه النسبة إلى 35% ومن الأرقام المتنقدة أن مساهمة قطاع الخدمات في الإنتاج القومي لمصري بيصل لحوالي 47% وليس قطاع الإنتاج قطاع الخدمات ما نتمنى أن تكون مصر منتجة ويصل الإنتاج الصناعي من 17% إلى 25% على الأقل مراحل المشروع مقطة تصنيع وإنتاج أهم وأعلى سلعة بعد ما هننتقي وهنشوف الأماكن التي ننشئ عليها هذه المدن بما يحقق التوجه الاستراتيجي النقطة الثانية هيبقى مطلوبة أن نحن نشوف إيه السلع اللي هنوجه بها الصناعات أو اللي هننشئ بها هذه الصناعات ما هي بشبه الموضوع مفتوح ولكن لازم نشوف السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر فلابد أن نركز على تقطيع تصنيع وإنتاج أهم وأعلى منتجات تقيمة عالية من 50 إلى 100 سلعة في كل مرحلة وأن تكون هذه المشاريع عالية الكسافة من الأيد العاملة ويتم تمويل هذه المشاريع بنسبة 30% تمويل حكومي و35% مساهمة من العاملين بهذه المشاريع بحيث يتحول إلى أسهم يتملكها العاملين بها وهذا الأمر معمول به في دول أوروبا و35% من المشروع بعد إنشاؤه و30% من القطاع الخاص وكده كل عناصر المجتمع ستشارك في كل هذا المشروع والمشاريع لما تنتج بهذا الشكل هيكون لها الديمومة والاستمرار والتحسين والتطوير المستمر لأن كل عناصر المجتمع مشاركة فيها يفتح باب المساهمة في هذه المشاريع لكل المصريين العاملين بالخارج تساهم الدولة بتمويل أولي 70% وممكن هذا التمويل يتناقص ويتباع أسهمها بعد كده ويشارك به الناس بعد كده وأمثلة للمشاريع اللي من هذا القبيل مجمع مصانع البترو كيمويات لمادة البولي إسليل منخفض وعلي كسافة وهذه المادة بتستورد بكميات من الخارج هنشوف بعد كده في جداول كميات المصر بتستوردها من هذه المواد والبولي بروبلين بتستورد منها كميات كبيرة وصناعة خامات الحديد البلايت اللي بيستخدم في صناعة الحديد وصناعة التونر وصناعة الحربية وصناعة معدات النقل الخفيف وصناعة رمان البلي والسيور والسيارات والطائرات وصناعة المغزال للطائرات وطائرات النقل الخفيفة كل دي أمثلة لصناعات لم تأخذ مصر فيها مجال كبير فمحتاجين قدامنا أفاق واسعة وعمل دقوب وعمل كبير لكي ندخل هذا المجال ولكن يحتاج كل ذلك إلى رؤية استراتيجية تنطلق منها البلد ولا تعتمد على وزارة واحدة ولكن بتيجي وزارة تكمل ولا إيه ولا وزارة حتى تأخذ مصر مكانتها في هذا المجال وتقوم الوزارات المختلفة زي وزارة الكهرباء ووزارات الإسكان وكل الوزارات المختلفة بأن هي تنشئ طرق وتنشئ محطات كهرباء وتنشئ بنية تحتية ولذلك ستساهم كل أجهزة الدولة في إقامة هذه الصروح الصناعية التي عبرها عن 30 مدينة صناعية على مدار 18 سنة مراحل المشروع تستهدف المرحلة الأولانية من 750 ألف لمليون فرصة عمل في 10 مدن صناعية ومتوسط المصانع في كل مدينة ألف مصنع ومتوسط عدد العمالة حوالي 100 ألف فرد بما يعادل 10 ألف مصنع في كل مرحلة ومليون وظيفة ووضع منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات التي تخدم المصلحة العليا لمصر وتحارب الفساد وتعلم من قمة خدمة الوطن والمواطن المصري وأيضا هنشوف إعداد خريطة صناعية شاملة وتوزيع سكاني جديد يتم اختيار الأماكن بدقة دي بعد دراسة والاطلاع على أطلس المدن الصناعية في مصر وعلى أطلس التنمية الشاملة الصادر من وزارة الصناعة والاستثمار ووزارة التجارة كانت هذه هي المدن الصناعية المقترحة في المرحلة الأولى هذه بتعتمد على ثلاث حيثة في مصر عشان تخدم التوجه القومي وخدمة حماية الأمن القوم المصري وهي منطقة شرق مصر في منطقة سينة وفيها سبع مدن صناعية ما بين رفع ووسط سينة وشمال سينة وشارق سينة بالأماكن المختلفة وانشوف الأماكن دي بعد شوية على خريطة ومدينة صناعية تحت في الجنوب عند شرق العوينات ومدينة تانية في سيوة منطقة سيوة الصناعية ومنطقة بأسوان ودي خريطة السينة اللي يطلع على أطلس المدن الصناعية هيلقي سينة تقريبا فارغة من هذه المدن وفارغة من السكان ولذلك مهددة دوما بالمخاطر وقضية الأمن القومي من ناحية سينة قضية مهمة جدا وتشغل بالنا جميعا فهذه من الحلول لسد قضية المحافظة على الأمن القومي المصري من ناحية الشرق بتواجد تجمعات صناعية في منطقة سينة وتواجد تكتل سكاني وهذا هو أهم عوامل حماية الأمن القومي المصري من ناحية الشرق هذه هي الأماكن المقترحة في العشر مدن سبع مدن في منطقة سينة سينة عند منطقة طابة ورفح ووسط وشمال سينة وشرق سينة وهذه المدن اختيرت مش اختيار عشوائي ولكن اختيار بناء على خريطة التنمية الشاملة في مصر بمعنى أن كل منطقة فيها من الطرق الموجودة حاليا لا تحتاج إلى استثمارات أكثر وفيها مطارات وفيها خضوط نقل حتى تساعد عملية نقل المواد الخام والبضائع والاستراد والتصدير من بعد افتراد أنشأنا المدن لابد أن نشوف بقى نوعية المصانع التي نريد أن ننشأها في هذه المدن من خلال قضية الصدرات والوردات في مصر هنجد هذا الجدول الوقود المعدني والزيوت والمعدنية والمنتجات المتوسط مصر الفوج بين الصدرات والوردات طبعا في هذا الأمر مصر بتصدر أكثر ما بتستورد فكانت في 2006 4 مليار و286 مليون وفي 2007 و2008 وانخفضت هذه القيمة في 2010 وهذا هو السؤال لماذا تنخفض القيمة المفروض أن نعلي من قيمة الصدرات بشكل مستمر معناها المحنة بتاعنا بينزل في هذا الأمر نتيجة لقلة المتابعة أو القوانين وما إلى ذلك ولكن النقطة الثانية في موضوع الصناعات المتخصصة في المعدن ومصنوعاتها هنلاقي ميزان الوردات أعلى من ميزان الصدرات في 2006 597 مليون وفي 2007 مليار و28 مليون وفي 2008 6 مليار و864 وهكذا معناها أن هذا القطاع من الصناعات نحتاج إلى توجيه الاستثمار الصناعي لإنشاء هذه المصانع في هذه المدن اللي يتخدم موضوع المعادن ومصنوعاتها ونركز الاستثمار أنه يأخذ في هذا المجال حتى نسد الفجوة بين الاستراد والتصدير أيضا الصناعات الكيموية نفس الموضوع 1.183 مليون توصل في 2010 إلى 841 مليون في فجوة ما بين الصادرات والوردات نحتاج أيضا إلى إنشاء قطاعات صناعية تخدم هذا المجال حتى تسد الفجوة بين الاستراد والتصدير أيضا في الصناعات الهندسية في الصناعات الهندسية أيضا 9 مليار في 2010 نحتاج إلى توجيه الاستثمارات في المجال الصناعي في الصناعات الهندسية وشوفوا بقى يعني موضوع القطن والغزل لمصر كانت لها مكانة عالية فيه طبعا كان وصل في 2010 25 مليون صادرات زيادة عن الوردات صناعات غزائية وغيرها بتوصل لناقس 263 ومن هذا الجدول عشان الوقت هنحصل على ترتيب للقطاعات الصناعية اللي احنا نوجه فيها للصصمار الصناعي في هذه المدن فأول قطاع وهو قطاع الصناعات الهندسية والإلكترونية ثاني قطاع المعادن ومصنعاتها ثالث قطاع الصناعات الكيموية ربع قطاع القطن والغزل خمس قطاع الصناعات الغزائية البنود دي 16 إلى 24 موجودة في استجل بتاع الجمارك بتاع الصادرات والواردات جدول سريع كده عشان نعمل مقارنة بيننا وبين بلد زيادة السعودية نجد ان مصر الناتج المحلي فيها ده 2009 188 مليار والسعودية ربع مية سبعة وستين مليار الصادرات في مصر العالم 29.8 من 10 السعودية 316.7 من 10 الواردات 56.5 والسعودية 103.4 من 10 عشان نشوف احنا فين من الدول التانية ومصر تمتلك من الطاقات والإمكانيات والتنوع الاقتصادي اللي مفروض تبقى هذه الأشياء معكوزة هنجي بقى احنا قلنا وجهنا القطاع الصناعي عملنا المدن واخدنا الأماكن بتاعتها المرحلة التانية اخترنا القطاعات اللي احنا نركز عليها المرحلة التالية عايزين نختار الصناعات نفسها اللي احنا هنركز عليها من خلال أيضا الصادرات والواردات بنجد أن مصر بتستورد من غاز البوتاجاز حوالي آخر سنة مليار وخمسة وتلاتين مليون ومن البولي إيسيلين بتستورد 134 مليون ومن البورو بلبلين 119 وهكذا كثير من الايه عشان الوقت ده كل اللي بتستورده ايه مصر من هذا الجدول أيضا نستطيع ان احنا نوجه استثمارات المصر نقول لي احنا عايزين مصنع في المادة الفلانية ومصنع في المادة الفلانية ومصنع يسد السلع الفلانية وهننشط بقى عملية البحث العلمي في مثل هذه المنتجات آخر حاجة آه يعني هي بس طب ندي مثال بس ايه سريع على قضية الغاز عشان نشوف ان احنا قدامنا حلول ولكن تحتاج زي ما قولنا ومن الناس من اذا تولى ساعة في الارض الوصد فيها ومن الناس من يبتغي مرضات الايه هنشوف قضية زي الغاز وكلنا عارفين ان في المانيا تطوير النقل النهري نحتاج الى ان احنا نستخدم الغاز في عملية النقل النهري علشان نقلل من الاستراد بتاعه فدي بتحتاج عملية ابحاث والكلام ده ماشي في ايه في المانيا هذا المشروع لو اتعمل يحتاج للتطوير 800 ايه 800 مليون ولكن ممكن يوفر على مصر 714 مليون دولار بنستورد ايضا الغاز ممكن الغاز ده نستخدمه في سد العجز في عملية غاز البوتاجاز وسد العجز في البنزين بحوالي 2 مليون طن بنزين وسد العجز في موضوع السولر اللي هو بيستخدم في تشغيل المصانع وكهرابة السكة الى الحديد هذه الاشياء كلها نستخدم الغاز ولكن نلا نستخدمه مع الاسف ونصدره للخارج شكرا الفترة الثانية والمشروع الثاني اعاد رؤية البيئة ودور سالك صلة تحطيط الراعي البيئة للمهندس خالق ديون المهندس سالك حصل على بكالروس الهندسى الثانيكية وبكالروس اعلام برضك عشان كده تالاهتمام بدور وسائل اعلام الحياء حصل على درسات العليا في هندسة في الازال حصل على درسات العليا في الحاسب الآلي ونظم التحكم حصل على درسات العليا في الشعية الاسلامية عمل كمهندس تشغيل محط الكهرباء عطاقة لمدة 10 سنوات استشغيل تشغيل محطات بدولةة شيلي سنة ستة و سعين يعمل في تديب المهندسين والفنيين في مصر والمملكة العربية السعودية آآ آآ مش عيسي نحن خاطئاً السلام عليكم رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم آآ أولاً أسجل شكري لجمعية المهندسين المصريين والسادة عضاء اللجنة العلمية وشرفني أن ألقى على مسامة حضراتكم هذه الدراسة أتمنى تكون خفيفة بعد الدراسة الدسمة بتاعة دكتور حمودة وإن شاء الله تكون فيها فائدة إن شاء الله الدراسة بعنوان أو المقترح حول البيئة ودور وسائل الاتصال لتحقيق الوعي البيئي حضراتكم نعلم أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وجمله في أحسن سورة واستخلف الإنسان ليعمر هذه الأرض ويحقق الهدف من ذلك ولكن كما أشار الدكتور حمودة الفساد منذ القدم يستشري إلى أن يأتي الأنبياء ودعاة الإصلاح لكي يقوموا هذا الأثر قضية التلوث بتعد من أخطر وأهم أوليات العصر ومن أهم الموضعات التي تشغل العالم لما لها من آثار على الحياة عموما وعلى الإنسان وعلى الكائنات وللنرى أن المحافظة على البيئة ومكافحة التلوث والتدهور ضرورة من ضروريات هذا العصر ومن أهم الأشياء التي تجعلنا نفهم قضية البيئة وكيفية محاصرتها المفهوم ما يسمى الوعي البيئي وهو وسيلة هامة في حل هذه المشكلة كما سنرى فيه ما بعد الوعي البيئي بيتحقق عن طريق رفع المستوى التعليمي والثقافي ويكون ثقافة عامة طبعا كما أشارت أن التلوث خطير جدا على الحياة وعلى الإنسان خصوصا ومن أنواعه كما نرى في الكتب والدراسات والأبحاث يعني كل نوع من الأنواع التي ساعدتكم شايفينها دي التلوث الخاص بالهواء والماء والمخلفات والتلوث الكيميائي والضوضائي والإشعاعي والتلوث المعادن التقيلة إلى غيره كل هذا نوع من الأنواع ترى دراسات وأبحاث ومؤلفات فتصور أن هذا كله يجتمع في الحياة ويحاط ببيئة الإنسان طبعا هناك جهود قام بها الدارسين والباحثين والمتخصصين والمهتمين ووضعوا مجموعة من البرامج في مواجهة هذه المخاطر برامج يتم تنفيذها لحد من انبعاث المركبات سيارات وغيره تخلص من المبيدات والحشرية وأثرها السلبي على الإنسان طبعا فيه خطورة جدا من المخلفات كما سنرى التي تؤثر على صحة الإنسان فهناك برامج لحد من هذه المخلفات يعني في هذه الدراسة بنقدم يعني كيس الصادقا عن محافظة سويسة التي أشرف أنها أحد أبنها ومش تحيز يعني محافظة سويسة وكان طبعا لها دوره في الصورة أن سويسة من المحافظات الجميلة المظلومة وطرى من ذهب إليها وهي جنبها طبعا السخنة كله يروح السخنة عشان السخنة طبعا مكان كله بحر وجميل ولكن لو دخل سويسة جو كما سطروا يعني هي بين ملتقيين جبل عتاءة وشبه جزيرة سيناء والمناخ بتاعها مسالي الطقس يعني كما تعرفون ولكن المشكلة أن الأسف الشديد لما خدوا عينات الهواء وجدوا أن فيه تركيز الأكاسيد عالية جدا لأن سويسة مدينة صناعية فيها نسبة عالية جدا من المصانع الأسمدة والكهرباء والأسمنت والنسيج فطبعا الأسف الموضوع ده فيه مشكلة المايا أيضا الأسف الشديد يعني من المحافظات التي كانت عشان تعرفوا الناس كانت زعلانة ليه يعني المايا أعلى نسبة محافظة في مصر كانت لنسبة الفشل الكالوي كانت في السويس لأن النسبة الأملح في المياه سيئة جدا طبعا هناك المياه العازبة هي المصدر الرئيسي ويا ما تحدثوا والدراسات قالت أن لابد المياه دي تعالج أيضا بجانب الأمور السابقة هناك البيئة البحرية يعني طبعا المحافظة السويس تطل على خليج السويس وعلى البحر الأحمر فهناك حيوانات بحرية نباتات بحرية شعب مرجانية وعندما التقينا في الدراساتنا في كنف المجلسير في موضوع الهندسة والاتصالها بالإعلام والبيئة كان النموذج اللي هم الناس المتخصصين في وزارة البيئة عادنا وحطي في بعض الطرحات اللي انتوا شايفكم وحضراتكم فيها فكانت القضية لا تستطيع جهة معينة تحل هذه المشكلة ففعلا يعني كانت المجموعة من المستفيدين لابد أن يكون لهم دور في الأمر يعني من نشوف السلطة المحلية الهيئات الخدمية المنظمات غير الحكومية الاتحادات العمال منظمات المجتمع المدني عموما لابد أن هي توفر مجموعة أمور منها توفير وعرض السياسات إنشاء وعرض مجموعات عمل تطوير رؤية الجماهير والتشاور مع الجماهير التفاوض مع مجموعات الرأي الجماعي مراجعة خطة العمل وبالتالي كانت المحافظة هي اللي تنفذ والفرق طبعا بيتابع ويوضع هذه المجموعة المستفيدين بتحط فيه فريق تخطيط وهذا الفريق بيقوم بتوفير الدعم لمجموعة المستفيدين وإدارة جهود التخطيط وتوفير الدعم الفني والبحث وحل المشكلات وأزالة الأعطال ومراقبة الجماعي طبعا مجموعات العمل ديت بتتكون من فريق التخطيط وبعد كده بيحزن مجموعة التنفذين استنفذ وبعدين مجموعة المراقبة والتقييم طبعا هذا الكلام بيحتاج إلى التفعيل وكنا يعني بنجلس مع الناس المتخصصة كانوا بيعانوا يقول لك مشكلتنا التفعيل فإن شاء الله المرحلة جاء يكون في تفعيل إن شاء الله الإعلام وقضايا التلوث البيئة طبعا حضراتكم الآن في مرحلة يمكن أصبح الإعلام لدور كبير جدا في حل المشاكل العموما الهندسية خصوصا ومنها قضايا والبيئة عموما نرى أن الوعي البيئي يتحقق بقوة عن طريق الإعلام ويأتي دور الإعلام كما نرى إلى جانب مؤسسات التنشيئة الأخرى في نشر التوعية البيئية استقرت الدراسات التي تنولت قضية الإعلام أنه يساهم في التنمية ولذلك هتلاقي فيه مراجع وكتب كتير اسمها الإعلام والتنمية ويعني ما كان ندرس زمان الإعلامي يقول لك أهداف الإعلام هي التثقيف التوعية تشكيل العقول تكوين رأي عام كل هذا يتحقق لو الإعلام يحقق مخاصده فهنا نرى أن الإعلام وظائفه التنوير التحفيز الدعوة للمشاركة فمنركز كلنا على قضية الوعي البيئة من خلال الإعلام والمنشأة وتحققت هذه المقاصد الموضوع يمشي تمام فيه مقاومات للنجاح هذا الكلام زيادة قدرة هذه الوسائل والأجهزة على التأثير والإقناع وطبعا البرامج الناجحة هي اللي تخلي الناس تقتنع ممكن برامج تأديها عن البيئة الناس تحول ما تتفرقش فلابد نكون فيه وسائل إقناعية واستمالات عطفية كما يقولون واستمالات عقلانية تؤثر في المتلقي مهم جدا أن أي عمل ناجح يكون يتوفر له الإمكانات المادية والفنية طبعا بعض الخطة وتحديد الهدف كما تعلمون وكنا يعني بعض الناس يقول لك والله أنا عندي برامج رائعة بس مشكلتنا الانتاج أو الفلوس يعني أنا عشان أنتج فيلم وسائقي أو أنتج قناة أو أعمل قناة حتى عن البيئة محتاجة الموضوع مش سهل يعني طبعا مهم جدا عشان ننجح الألام البيئة أجيب شخصية عظيمة وأقدم نموذج رائع وقدوة طيبة يبقى هناك فيه صرامة في تطبيق القوانين ضرورة مشاركة الأحزاب والمجتمع وكل يعني المسؤولين في المنشآت الاجتماعية أن تشارك يعني قضيته بقى قضية اجتماعية أيضا أشجع كل الجامعيات فعلا فيه جامعيات أهلية قامت بهذا الموضوع وإن شاء الله المرحلة الجاية في ظل ظهور الجامعيات كثيرة إن شاء الله يبقى أكثر مهم جدا عشان ننجح الألام البيئي أن نهتم بالتربية البيئية من الصغر في المدارس والجامعات وبين الأوساط العمال والفلاحين والجنود وغيرها مهم جدا الاهتمام بالدراسات والبحوث الميدانية حتى يكون الأمور نتسير على خطة علمية والواحد فعلا ساعد جدا للفترة الأخيرة إن بدأ العلماء والأسادزة يعني كنموذج الدكتور زويل وغيره إن بدأ يرجع وبدأ يفكر وغيره وغيره طبعا والأسادزة اللي يعني بنشهد رؤياهم إن فعلا سيكون نهضع إن شاء الله قريبة تطويع فنون شعبية تؤثر في الوسط الاجتماعي طبعا توزيع السكان مهم جدا زي ما يمكن دكتور حمود قال سينا فاضي تخيل بقى أن أنت لو وزعت كل السكان وحتقل قضية التلوث وقضية المخلفات وقضية هذه الأمور مهم جدا في أي مؤسسة أو أي شركة فيها علاقات عامة والأسف أحيانا لما يكون دور العلاقات العامة قليل يبقى القضية دي مش محورية أو قضية العلاقات العامة أصلا في المؤسسات مش ذات أهمية من أسداد المسؤولين فما يكون هناك دور علاقات عامة مع وسائل إعلامية مع مؤسسات أخرى نرى أن هناك نجاح وده اللي يجب تقوم بالأجهزة اللي إحنا بنشوف لأن وسائل الاتصال إن كانت مقرؤة مسموعة مرئية مهم بتلعب في تغيير العادات تخيل أن أنت تجيب طفل مثلا وكده يا ابني صح كده غلط اللي هي التربية التربية الثقافية التربية العلمية غير ذلك الوقت لسه يا دكتور فيش لمبة حمراء طبعا ينبغي نستخدم الوسيل الاتصال زي ما نقول في مجهة كافة صور التخريب طبعا فيه هناك خطط للإعلام تمت وفيه بعض البرامج حقيقة عن الإنسان والطاقة والبيئة بس كانت قليلة منها كخطة إعلام الإزاعة والتلفزيون اللي منطلعنا عليها ومنشوفناها وعدنا مع المسؤولين عنها كان فيه تنمية الوعي البيئي وفعلا الخطة كانت بتحط هدف أن نهتم خلينا بآخر نقطة عشان الدكتور محمد الاهتمام بالحملات الإعلامية القومية للتوعاب أهمية نقطة المياه يعني نقطة المياه دي تخيل ناس مسافرة ورايحة بلاد عشان معالجة مياه يعني وانا احد المسؤولين يمكن فيه معالجة المياه وتحليت المياه وكده وإحنا عندنا المياه بتحضر للأسف المجتمع شرائح فمهم أن أنا أثقف كل أنواق كل جزء في المجتمع وأصلح فيه حتى نحقق التنمية الشاملة ومنها مكافحة الأخطاء ومنها قضية البيئة فعندك مثلا قضية الطفل لو اهتمت بي وقمت بتنمية الوعي البيئي للطفل مهم جدا طبعا قضية الدينية والبرامج الدينية عموما وشوف أنت عندنا الإسلام يعني سبحان الله الإيمان بضع وسبعون شعبة وشوف أعلاهاك وأدنها إماطة الأزع عن الطريق من الإيمان لا يبلون أن أحدكم في الماء الراكد كما قال الله صلى الله عليه وسلم يعني أقصد أن قضية بيسموها في الإعلام استخدام الدافع الديني في التوجيه للتجاهات أو تغيير للتجاهات فمهم جدا يستخدم هذا أيضا توظيف برامج المرأة مهم جدا أن أنا أصقف المرأة على ذلك الشباب وهو لب المجتمع مهم أوي دور وسائل الإعلام أن هي بتعرفني وأنا قاعد كمشاهد بتمدني بالمعلومات بتخلق أراء موضعات بيئية جديدة بتدعم الاتجاهات الإيجابية للحفاظ على سلامة البيئة طب أنا أقول لك حاجة بسرعة جدا الناس كلها في العالم وأسجل هذا وأكد عليه أن الفكر الغربي والأوروبي والأمريكي كان في حالة زهول وهو يرى أن الحضارة والأبحاث والدراسات التي تتحدثون عنها عن البيئة وكيفية مكافحتها أن شباب وفتيات ورجال ونساء قاموا في ميدان وهو ميدان التحرير بعد أن قاموا بما قالوا ورفع الظلم عنه وغير ذلك في الآخر الشيء قاموا بمكافحة المخلفات وأزالوا المخلفات من الأرض وقاموا بنظافة هذا المكان وأصبحت هذه صورة حضارية لمصر نسجلها هنا من هذا المكان وشكرا لهذا الشباب الذي كان في الميدان لأنه يحقق الاتجاهات الإيجابية أعطى صورة جميلة قدام المجتمع قاد المصريين يقوموا بحملات بيئية نظيفة اللي هي في الكتب الناس نفذوها ودهنوا المادينة كما رأيتم وفي كل يمكن أن يجيبوا اللقطة دي وهذا فخر لنا أخيرا وأنا بمشي بمقترحات لابد من إدخال مادة الإعلام والبيئة في المقاررات مهم جدا الموضوع نفسه يتعمل له دورات تدريبية للعاملين مهم أو أن يبقى فيه أساس علمي زي من الأساس زي بيقول وما فيش حاجة من غير علم لابد أن يكون فيه قاعدة معلومات لابد أن يخلل الناس يحب بمفهوم ثقافة النظافة ثقافة الوعي ترجمة نانسي قنقر